بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتابع في مقرر الرياضة المالية الوحدة التاسعة احتساب القيمة الحالية بفائدة مركبة القانون العام للقيمة الحالية لمبلغ مستقبلي بفائدة مركبة القانون هو PV تساوي FV في واحد زائد R للقوة ناقص N حيث أن PV هي القيمة الحالية لمبلغ مستقبلي FV المبلغ أو القيمة المستقبلية وR هو معدل الفائدة أو الخصم طبعا المركبة معدل الخصم المركب أو الفائدة المركبة N الزمن بالدورات ونلاحظ نفس ملاحظة الصيغ السابق معدل الفائدة الدوري والزمن بالدورات لابد من توحد الدورة لابد من توحيد وحدة الزمن المرتبطة بمعدل الفائدة وبمدة الاستثمار أو مدة الخصم نلاحظ كذلك أن الصيغة العامة للقيمة الحالية هي تماما مقلوب صيغة القيمة المستقبلية نحن قلنا في وقت سابق أن FV تساوي PV في واحد زائد R للقوة N هلأ لما نقول للقوة ناقص N PV تساوي FV في واحد على واحد زائد R للقوة موجب N هذا يعني واحد زائد R للقوة ناقص N طبعا مضروبة في FV إذن PV هي مقلوب لاحظ هي مقلوب تمام الـ FV PV هي مقلوب الـ FV خلينا ناخد مثال خصم شخص كومبيالة قيمتها الإسمية أو المستقبلية 10 ألاف ريال تستحق بعد ثلاث سنوات بمعدل خصم أو فائدة مركبة 10% سنويا المطلوب احسب القيمة الحالية أو النقدية التي يحصل عليها حامل هذه الكمبيالة لاحظ المعطيات أعطاني FV هي القيمة المستقبلية 10 ألاف ريال وأعطاني R يساوي 10% سنويا طبعا مركبة فائدة مركبة وأعطاني N تساوي ثلاث سنوات سنويا وثلاث سنوات إذن القانون مباشرة بدون أي تعديلات شوف هذه المعطيات 10 ألاف FV R اللي هي واحد بالعشرة اللي هي عشرة في المية و N تساوي ثلاث سنوات نطبق القانون PV تساوي FV مضروبه في واحد زائد R للقوة ناقص N 10 ألاف هي FV و واحد زائد R اللي هي عشرة في المية و N اللي هي ثلاث إذن للقوة ناقص ثلاث طبعا ملاحظة أنه هذه تساوي عشرة آلاف مضروبه في واحد على واحد زائد عشرة في المية للقوة ثلاث تمام؟ وهذه تساوي واحد تساوي عشرة آلاف مضروبه في واحد على واحد وعشرة في المية مضروبه في واحد وعشرة في المية مضروبه في واحد وعشرة في المية طبعا هاي الطريقة بداية هاي الطريقة بداية تمام؟ وبالتالي سنحتاج الآن إلى طريقة سنوضحها بعد قليل الناتج هو 7513 ريال إيش معنا 7513 أن الشخص الذي يحمل كومبيالة قيمتها المستقبلية 10 آلاف تستحق بعد ثلاث سنوات يمكنه الآن الحصول على 7513 عندما يكون معدل الخصم 10% سنويا يعني أنت إذا عندك 10 آلاف أنت تستبدل العشر آلاف ب 7513 كاش فورا العشر آلاف هذه ليست متوفرة نقدا وإنما هي وعد بالدفع بعد ثلاث سنوات فالقيمة الحالية لها الآن 7513 لاحظ أن لاحظ أن المقدار اللي حسبنا 10 آلاف ضرب فاصلة 751 هذا المقدار لو قلبنا يعني لو أخذنا 1 على فاصلة 751 سنجد أنه هذا يساوي 1.3 3 1 1.3 3 1 هذه القيمة إذا بتذكروا في مثال سابق مرت معنا كانت تساوي 1 و 10 في المية 1 زائد 10 في المية تمام للقوة موجب 3 وقلنا أن هذه هي قيمة جدولية من جدول جملة ريال 1 بمعنى أن فاصلة 751 هذه عبارة عن مقلوب القيمة الجدولية اللي وجدناها في جدول جملة ريال 1 لأنه مقلوب الواحد فاصلة مقلوب الواحد فاصلة 3 3 3 1 هو القيمة اللي استعملناها فاصلة 7 5 1 تمام إذن لاحظ أن فاصلة 7 5 1 هي مقلوب 1 1 3 3 1 1 3 3 1 هذه قيمة جدولية مرت معنا قبل هالمرة في جدول جملة ريال 1 تحت 10% ومقابل 3 دورات والعكس ومقابل ومقابل إذا قلبت 1 7 5 1 ستحصل على القيمة الجدولية في جدول جملة ريال إذا قلبت القيمة الجدولية في جدول جملة ريال ستحصل على قيمة حالية وهي ستكون قيمة جدولية في جدول جديد تمام هو جدول القيمة الحالية لريال واحد هذا ما سنعرفه بعد قليل سنعرض الجدول بعد قليل بمعنى أن المقدار 1 زائد R للقوة ناقص N هو مقلوب القيمة الجدولية المدرجة في جدول جملة ريال واحد تحت نفس المعدل ومقابل نفس الزمن خلينا نشوف هذا الجدول طبعا هذا الجدول بالضبط نفس ترتيب الجدول السابق جدول جملة ريال لكن مع اختلاف طريقة الحساب أي قيمة في هذا الجدول هي مقلوب القيمة في جدول جملة ريال واحد أي قيمة يعني مثلا لو أخذنا العشرة تحت العشرة في المية مقابل ثلاث فترات فاصلة سبعة خمسة واحد هذه القيمة بالضبط هي واحد على واحد فاصلة ثلاثة ثلاثة واحد اللي هي بدورها هاي واحد فاصلة ثلاثة ثلاثة واحد قيمة جدولية في جدول جملة ريال واحد يعني العلاقة بين الجدول اللي أمامنا الآن وجدول جملة ريال واحد علاقة المقلوب أي قيمة هنا هي مقلوب القيمة في الجدول الآخر وأي قيمة في الجدول الآخر هي مقلوب القيمة في هذا الجدول هذا الجدول كيف حسبت القيم حسبت على أساس واحد زائد R للقوة ناقص N يعني واحد على واحد زائد R للقوة موجب N تمام وبالتالي كل ما في الموضوع حدد R وحدد N R في السطر الأول عندي قيم مختلفة لR وفي العمود الأول قيم مختلفة لN مجرد أنك تحدد قيمة المعدل مثلا قلت 5% وقلت مثلا 7 سنوات فإن القيمة الحالية لريال واحد مخصوم بمعدل 5% ويستحق هذا الريال بعد 7 دورات تمام فإن قيمة هذا الريال هي 71 هللة تقريبا 71 هللة تقريبا كيف حسبت هذه القيمة حسبت 1 زائد 5% للقوة ناقص 7 ترجمة نانسي قنقر